أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير وأهلا بكل حضراتكم كل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان تفطية جديدة بنتابع فيها مع حضراتكم مجموعة الأهم وأبرز الأخبار احتفى محرك البحث جوجل بالمعلم والحقيقة ده بمناسبة اليوم العالمي للمعلم واللي بيحل اليوم الخامس من أكتوبر والحين بتظهر على الصفحة الرئيسية لجوجل رسوم وخروف يعني طفولية هي بتعبر طبعا عن هذه المناسبة السعيدة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم زي ما احنا شايفين الصورة مع حضراتكم على الشاشة الآن يعني احنا شايفين الأشكال اللي عرضها جوجل الحقيقة بتعبر عن مهنة التدريس والدور الحقيقة الفعال للمعلم ده في الحفاظ على نهضة وتطور المجتمعات وده طبعا بيأتي يعني خلينا نقول تقديرا وانتنانا للمعلمين وعطاقهم وتفانيهم في العمل واخلاصهم الحقيقة في أداء هذه الرسالة المهمة حين مهنة التعليم خلينا نقول أن هي فرصة فريدة لترك أثر مستدامة لأنه الحقيقة المعلم قادر على أنه هو يحدث تغيير كبير في حياة الطلاب الحقيقة وأنه هو بيسهم في رسم ملامح مستقبل هذا الطفل هذا الطالب لأنه احنا بيعلمونا مش بس المواد الدراسية كمان بنتعلم منهم قيم همة جدا الحقيقة وبيكونوا قدوة لنا وأكيد كلنا يعني كل المعلمين اللي احنا اتعلننا على قديم كلنا بنحبهم ومنتنين لهم لكن بالتأكيد أن في بعض المعلمين اللي سهموا بشكل كبير في تشكيل شخصية كل واحد فينا فاحنا ممتنين جدا للمعلمين اليوم ودي فرصة عظيمة أن احنا نهنيهم ونقول لهم كل سنة وهم طيبين كل سنة وهم الحقيقة يعني مصدر للعطاء والإلهام هما دايما بيكونوا ملهمين وبيأثروا في حياتنا كلنا الحقيقة فرصة اليوم أن احنا نكلمهم وأن احنا نعيد عليهم بمناسبة هذه الذكرى السعيدة وزي ما قلت لحضراتكم مهنة التدريس مهنة المعلم هي فرصة مهمة وكبيرة جدا لإلهام الآخرين وأنه هو بيرسل ملامح الطفل أو الطالب خصوصا أنه كمان بين اللي خبرة هو اكتسبها عبر السنين كل سنة وهم طيبين والحقيقة احنا ممتنين جدا منهم خلونا نتحول لخبر آخر خبر هامي جدا الحقيقة أنه بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم من التساعة صباحا في استقبال أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024 وده لمدة عشر أيام بتنتهي في يوم الرابع عشر من أكتوبر الجاري ده بيكون يوميا حتى في الإجازات والعطلات الرسمية على أن يتم غلقه في الساعة الخامسة مساء معدق يوم الأخير الساعة الثانية خليون لحضراتكم أنه في هذا الصياق كثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تواجدها بمقيت مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع الأسر العين طبعا ده بتزامن مع فتح باب تلقي طلبات المرشحين والحين نشرت الأجهزة الأمنية قوتها على مداخل وما خارج الهيئة بالتزامن مع فتح باب الترشح بتستمر مكاتب الشهر العقاري في استقبال المواطنين الراغبين في توطيق تأييدات المرشحين والحقيقة أنه عقب انتهاء فترة تقديم أوراق الترشح والإجراءات الخاصة بها بتقوم الهيئة بإعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين ده وفق أسبقية تخديم طلبات الترشح وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية الحقيقة في الجريدة الرسمية يوم 9 نوفمبر المقبل الجدير بالذكر أنه تضمنت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أن يجمع المرشح ما لا يقل عن 25 ألف توكيل من المواطنين ممن لهم حق الانتخاب من خلال الحقيقة 15 محافظة وعلى الأقل وبحد أن الحقيقة ألف توكيل من كل محافظة منهم وإنه ده في حالة أنه لم يلجأ للتسكية من نواب البرلمان واللي هما محدد عددهم الحقيقة 20 نائب الحقيقة من أعضاء مجلس النواب كمان حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 13 شرط ومستند يجب إرفقهم الحقيقة في طلب الترشح هي النماذج الخاصة بتسكية أعضاء مجلس النواب أو تأييدات المواطنين لطالب الترشح وشهادة ميلاد طالب المرشح أو صورة المستخرج الرسمي منها وكمان خلينا نقول أنه ضروري جدا أن يكون بتقديم إقرار بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى وده بالإضافة طبعا لصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أوفى منها ده طبقا للقانون ده بالإضافة لإقرار الزم المالية والتقرير الطبي الصادر عن المستشفيات المحددة وإقرار بأنه لم يسبق الفقم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره أيضا بيقدم إيصال بيوفيد بسداد ده مبلغ بقيمة 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات ده بيكون بصفة التأمين بيرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات بس بيكون مخصوم منها مصاريف النشر وإزالة الملسقات الانتخابية من ضمن المستندات أيضا بيان المحل المختار اللي بيختر فيه المرشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجمة نتحول إلى خبر آخر وفي إطار جهود وزارة الصحة والسكان في الاهتمام بصحة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة له قالت الوزارة إن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن يتضمن الكشف عن الأمراض المزمنة والتي تتمثل في ارتفاع ضغط الدم والسكر وأمراض القلب والاعتلال الكلوي طبعا ده بالإضافة كمان للإضطرابات النفسية والعصبية زي الافتئاب وكمان ضعف المهارات المعرفية والإدراكية وبالإضافة لأمراض الجهاز الهضمي وسوق التخزية كانت أعلانة الوزارة زيادة أعداد مراكز تقديم خدمات برنامج الرعاية الصحية لكبار السن من 401 لـ 832 مركز بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة طبعا ده بيكونوا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية بيأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياء الصحية لكبار السن فوق 65 عام بالحديث عن جهود وزارة الصحة والسكان خليني أقول لحضراتكم أنه كشفت الوزارة عن قلية أيضا الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديث الولادة بيتم أخذ عينة دم من كعب المولود للخصول على التشخيص السليم ده بيكون الحياة في أول 72 ساعة من الولادة وأيضا بيتم الفحص في الحضانات من جانبها قالت الدكتورة هالة العربي منصف مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية إنه تم تخصيص 42 مركزا لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديث الولادة ده بتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجمعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العليل وجاري التوسع تباعا طبعا في تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية وأن هذه المراكز بتقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية مجانا للأطفال والذين يعانون من أي أمراض دوراثية ده بالإضافة الحقيقة لتقديم خدمات الدعم والمشورة للأهالي وأولياء الأمور طبعا ده للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية نقطة مهادي التقطية بتوقعات حالة التقص وتتوقع هيئة الأرصاب الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية بيصاحبها سقوط أمطار متفوتة الشدة تتوقع هيئة أن يسود تقسم إلا الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعي ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ولطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم خليني أستعرضها مع خضراتكم القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 24 الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 مرسمة روح العظمى 27 درجة والصغرى 22 أما أسوان العظمى 40 أما الصغرى 26 درجة إلى هنا كانت هذه التغطية وشكرا لحضراتكم على المتابعة والمزيد من تفاصيل ومتابعة حول كل المستجدات المحلية والعالمية تابعونا دائما على شاشة اليوم السابع شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء